وده برضو من الأسباب في الابتزاز الرياضي اللي أنا بتكلم عنه إن هم بيحاولوا يبتزوا في موضوع كهرباء إنه هو يقعد وإنه هو يعمل هيا المشكلة إسلام ننكلم في مصر فترة ديت اللي هي نوع اللي هي الكتائب أو الهجوم الإعلامي اللي غير مبرر على العيب نجدنا نتكلم عنه إحنا بنتكلم دلوقتي أنا شايف العيب مميز إسلام الشاطر مميز الفترة دي لا إحنا عايزين نحبه عشان نوقعه عشان نقعه نفسينا عشان الراجل يبقى مركز طول اللي ماتش مركز معنا يقع فأنا شايف الموضوع ده بيضغط على كهرباء بشكل كبير جد نجدنا نتكلم برضك على موضوع كهرباء أنا عايز أقول لحضر لك حاجة في نقطة هو أنا اللوائح والقوانين الموجودة أي بطولة بلايك اللوائح والقوانين عشان أقدر حسبك عليها فأنا لأتي بتكلمك هو كهرباء كان الحدث أو المشكلة اللي هو بيتكلم عليك كان في بطولة إيه الفيديو اللي اتعامل يعني يبقى حتى لو أنا هوقفك يا كابتن إسلام هوقفك فين الدوري بس يبقى أنا ملكي جعب الصوبر خلص أنت بتتكلم إزاي الموضوع هو الموضوع كله مش بلم الشمول والأموم وكل حاجة فيه مفاجآت الفترة اللي جاية أنا بقولك بس النقطة الصغيرة ديت اللي أنا بتكلم فيها لو أنت عندك لوحو قانين أنا توقفت يعني الشناوي حدث المرمى النادي الأهلي لما حصل طرد الأخير بتاع النادي في الدور العام هيتوقف فين في الدور العام فهنا بنكلم اللي احنا برضك بنحاول يا جماعة لازم يكون فيها عندنا لوحو قانين بشكل مميز جدا ما نمشيش وراء اندفاع أو هززين الرؤوس لما بنكلم اللي بتطلع بالليل هززين الرؤوس عايزين نستفاد من الإسلام الشاطر أو عايزين نستفاد من شخص نوعا ما فنقدر نعمل إيه نقدر نحبوت أو أي حاجة أو نقدر نوقعه أو نقدر نعمل حاجة أنا بقولك احنا الفترة دي زي ما أنا بقول شفنا مصطلحات كثيرة جدا وجديدة جدا ما بنسمحاش غير ومرتبطة بناس معينة وناس واحدة الاحتواء وروح البروتوكول منها أنا بقول ان الابتزاز الرياضي ده واضح جدا خلال هذه الفترة لان نوعية معينة من الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي هي اللي طالعة تتكلف في موضوع الكهرباء وفي موضوع جمهور النادي الاهلي وان فيه وقيعة بتحصل أو بيحاولوا بيحاولوا يعملوا وقيعة ما بين جمهور الاهلي وبعض الاطراف اشتركوا في القناة